السلام عليكم مرحبا بكم في قناة علمكي سيدتي مع مريم مرحبا بكم فيديو جديد اليوم شاء الله غادي نقدم لكم وصفة رائعة جدا بين الوصفات اكثر الوصفات المطلوبة على القناة وهي سباغة الشعر هنقدم لكم هاد الوصفة اللي انا شخصيا كنجربها منذ سنوات وكنديرها منذ سنوات وكتعطي لون رائع رائع جدا للشعر غادي نشرح لكم مكونات الطريقة وكيفاش تقدروا يعني تعطيكم لون رائع لشعر ديالكم هاد الوصفة كتعطيكم لون كيكون بني مع الاشقر يعني بني فاتح لون رائع جدا الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة ودلك بضغط على زر ابونين موجود اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات اللي كنقدم على القناة غادي نبدأ معكم الآن المكونات ديال هاد الوصفة غادي نحتاجوا في هاد الوصفة زيت الزيتون غادي نحتاجوا نصف كأس من زيت الزيتون غادي نحتاجوا ملعقة كبيرة مملوقة من الكركم ولا هاداك الخرقوم البلدي الخرقوم البلدي لكيكون عواد وكنطحنوه وهو الكركم غادي نحتاجوا منه ملعقة كبيرة غادي نحتاجوا أيضا ملعقة كبيرة من القهوة سريعة دوابان يعني اي نوع قهوة عندكم مهم تكون قهوة سريعة الدواء وغادي نحتاجوا واحد الملعقة كبيرة من الصابون المغربي ولا الصابون البلدي غادي نحتاجوا منه ملعقة كبيرة غادي نحتاجوا الواحد البيضة وغادي نحتاجوا لهذا كريم اوكسيدان ولا الديكاباج هذا هو اللي غادي يساعدكم انكم يعطيكم يعني في حالة يفتح لكم اللون ديال شعر ديالكم هو هذا غادي نقلب لكم على السمية دياله بالنسبة للناس للدول العربية وغادي نخلي لكم مكتوبة أسفل الفيديو باش لبغيتوا تقلبوا لي هذو هما المكونات اللي كانين في هذه الوصفة كما كتشوفوا مكونات سهلين وغاية ديالكم نتيجة رائعة الشعر ديالكم غادي نمروا الآن طريقة تحضير هاد الوصفة وفي نفس الوقت هنشرح لكم كيفاش ممكن تستعملوها ويعني جميل المعلومات اللي غادي تحتاجوها بالنسبة لهذا الوصفة بالنسبة لطريقة تحضير غادي نخضو هاد البيضة ديالنا اول حاجة يعني ادرسها هي البيض ونحضقوهم زيان نضيفو عليه هكال الاشياء اللي عندنا سائلة في هاد الوصفة حيث خصنا في الاخير نحصلو على كريم اللي يكون متجانس نضيفلو الزيت وغادي نضيفو انا عندي هنا السابون السابون المغربي ولا السابون البلدي كما كتلاحضو راه سائل حيث كنا الحرارة ويعني مزيان في هاد الوصفة غادي يجي مزيان معها في هاد الشكل بعدين نزج هاد المكونات حتى هما مع بعدياتهم هاد الكيمياء راها تكفى بنسبة للناس اللي شعرهم طويلة راها غا تكفى قم هاد الكيمياء أنا شعري طويل هاد يعني تزاد طول دياله ذاك شالاش درت كيمياء كبيرة قتزيدو قتنزجو مزيان هاد المكونات كيولي عنكم بحل كريم بهاد الشكل كيمياء كتلاحضو ما بالبيض والصابول اللي درنام وزيد الزيتون من بعد هذا فغنضيفو ملعقة من القهوة سريعة الدوابان وغادي نضيفو هادك الكوركم هادك الكوركم هاده هو ملعقة كبيرة وغنزيد نمزج هاد المكونات حي تخص هاد القهوة سريعة الدوابان يعني تدوب لنا في هاد الخليط اللي هو عندنا نزيد ونخلطو هاد الخليط مزيان حتى الدوب القهوة يعني هاد الكوركم حتى هو ينساجم مزيان مع هاد الخليط ديالنا نزيد هاد المكونات جيدا وبالنسبة لهاد الوصفة راها كتعطي نتيجة رائعة وبالنسبة للنات اللي كيكون شعرهم اسود اسود يعني السود شعر ديالهم ناصح بزاف فتقدروا تعاودوا الوصفة جوج ديال المرات بحال انا في الاول كان شعر ديالي اللون دياله اسود داكن فدرت هالمره الاولى فتحت فقط قليل يعني تفتيح قليل الشعر ومن بعد بني درت هالمره التانية اعطتني النتيجة رائعة وبالنسبة للناس اللي اللون ديال اشعرهم يعني ماشي اسود داكن هاد تعطيكم النتيجة من المره الاولى نزيد نمزج هاده ما خدش يبقى وعدنا الحبيبات ديال الحبيبات ديال قهوة سريعة دا وبان ما يبقوش في هاد المزيج من بعد فقنا غادي نضيف هاد هاد داكن هاد داكن يعني الدور ديال هادك زيت زيته اللي دفنا وذك الصابون المغريبي وذك شيغي باش ما كخليش هاد الوصفة تؤثر لكم على الشعار ديالكم البنات يتقولون هاد الوصفة اللي رغا ديت مثلا تنشف لنا الشعار ولا شي حاجة رها اي صبغة كما كانش شكل ديالها رغا تنشف لكم الشعار وصبغة اللي كتكون طبيعية 100% وما فيهاش حتى اضافات مثلا بحل هاد الكريم اوكسيدان ولا شي حاجة تتعطي النتيجة ولكن النتيجة تقيلة ومرات متعددة خصك تعاودي الوصفة باش تعتقي النتيجة يعني هاد الاضافة هي اللي كتعطيك النتيجة سريعة ولا تثلتوا في الشعار hole بالوصفة اللي في الخصوصacle كلما يعني كلما يشيتوا الوفاء واي او كلما udah ت ميل اكدوا كريم او لمسك الشعار ونحصو رغا بيعض الزيت وزيت زيتون الشعار خصفو من الحمه ما هذه الوصفة وامكسش لم يتثلوا ثتهم عائيا والكتوال كلما تثلتوا في الشعار sandwich ほどفيد مزجوا هاد المكونات جيدا معBU أعة أجمه شكل وكنحصلوا على خليط بهذا الشكل كما كتشوف يعني هذا هو المزيج اللي غادي نطبقه على شعر ديالنا غنمروا الآن طريقة تطبق هاد الخليط بلنسبه لطريقة عمل هاد الوصفه هاد لنشتو شعر ديالنا كانوا مشطو بكم زيان كنفرقو الخصالات صغيرة ضروري انكم توضعوا القفازات في اللي دين ديالك باش ما استعفقتلكم هذا كل ficه لون وضعوا القفازات في اللي دين ديالكم قبل كنطبقو هاد الوصفه كما قدل exactamenteكم قسموا شعر ديالنا وكانوا خصوصي خصالات صغيرة هي من الافضل Bellgamecu شه واحد وقدره من قدرran confirmation تقوم بشعر ديالكمһ France اذا كان لدينا مشكلة سوف نضعها بوحدكم نأخذ كل خاصلة بوحدة نأخذ كمية من هذه الخالط و نضع هذه الخاصلة و نضعوا بشوية 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 حتى نتأكدوا أن نضع شعر ديالنا كامل و نضع شعر ديالنا كامل و نضع سوال أليمنيوم و للورق هذا البلاستيك الغذائي لديكم سوال البلاستيك الغذائي والأليمنيوم و نضع شعر ديالنا و نضع هذه الوصفة بالنسبة للمدى اللي نضع هذه الوصفة بغيتوا يكون عندكم أشقر لونه داكن فانتوما تضع هذه الوصفة لمدة ديال ثلاثة سواء بغيتوا يكون عندكم أشقر فاتح فكلما خلطوها كثير من ثلاثة سواء فهي ستعطيكم أشقر فاتح للشعر ديالكم من بدافع نغسل الشعر ديالنا عادي بالشامبوت باش يعني يتحميوا الشعر ديالكم من هاد المنتوج واللي درنا على شعر ديالنا هاد الوصفة كما قلت لكم الناس اللي عنهم لون أسود داكن يعني ستفتحوا لكم في جوج ديال المرات و الناس اللي أصلا لون ديالهم فاتح شي شوية فمن المرة اللولة غادي تعطيكم نتيجة و كل ما حسيتوا باللون بدك يمشي لكم من شعر ديالكم يعني تقريبا اللون يبقى معكم مدة طويلة شهرين بحل ما هكاك عاد تقدرو يعني تديروا الوصفة بره أخرى كل ما حسيتوا باللون بدك يمشي لكم من شعر ديالكم عاودوا الوصفة من جديد وأكيد أكيد غادي تنال إعجاب ديالكم البنات اللي غادي يجربوها ما تنساوش تكسبو ليه في تعليق الرأي ديالكم والبنات اللي سبق لي هم جربو هاد الوصفة حيث سبقوا كنت قدمتوا وحد الوصفة بحالها في القناة شهال هدي شي عمون صدابة ولا عامي البنات اللي سبق لي هم جربو الوصفة تشاركوا معي الرأي ديالكم فيها متساوش زرات حسابي على الانستغرام على موكي غنخلي لكم أسفل هاد الفيديو نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وبسلام عليكم